ليه ما في لون بنفسجي في عالم أي دولة يوجد في العالم حوالي 196 دولة ما في في أي منهم لون بنفسجي بالرغم من إنه لون جميل ومحبوب فما هو السبب؟ حتى عام 1800 ميلادية كان اللون البنفسجي نادر وغالي جدا لدرجة إنه كان أغلى من الذهب وعلى مر العصور كان اللون ده مرتبط بالثراء والقوة وما بيلبسوا سوى طبقة معينة من الشعب لدرجة إنه الملكة إليزابيث حرمت على الشعب ارتداؤه باستثناء أسرتها المالكة سبب تمييز اللون البنفسجي هو إنه كان نادر جدا والصبغة المستخدمة في إنتاجه كانت غالية جدا الصبغة دي كانت تأتي من تجار في مدينة صور جنوب لبنان منذ عهد الفينيقيين وكانوا بيستخرجوا الصبغة دي من قواقع بحرية صغيرة وغير موجودة في أي مكان آخر في العالم كما إنه استخراجه كان صعب جدا ويحتاج مجهود كبير لدرجة إنهم كانوا بيحتاجوا أكثر من ألف قوقع عشان يستخرجوا جرام واحد فقط من الصبغة وطبعا ما بيقدر على تكاليف الصبغة دي سوى الحكام عشان كده اللون البنفسجي كان مرتبط بطبقات حكام مصر وروما وبلاد فارس كانت الصبغة غالية حتى على بعض الحكام لدرجة إنه الإمبراطور الروماني أوريليان لم يسمح لزوجته بشراء ملابس بنفسجية لأن الصبغة كانت تكلف ثلاثة أضعاف وزنها ذهب وطبعا لم تكن ولا دولة قادرة على تحمل استخدام اللون البنفسجي في أعماله إلى أن قام الكيمياء ويليام هنري بيركن ذو الثمانية عشر عاما في عام الف ثمانمية ستة وخمسين وأثناء محاولة صنع علاج الميلاريا وبالصدفة صنع مركب بنفسجي ولاحظ إنه يمكن استخدامه في صبغة القماش باللون البنفسجي وأخذ براعة اختراع عليه وبدأ بتصنيعه على نطاق واسع وأصبح فاحش الثراء بسبب الصدفة دي وأصبح اللون البنفسجي متاح لكل الناس وتلاشت قيمته أمام أعلام الدول فمعظمها لم تتغير منذ ذلك الوقت